بص مهما قلتلك انا زهقت من العشم ومهما قلتلك انا اتخنقت من زق التسعين بقي تكره اي رقم في تسعين اي رقم في بلاس تسعين يعني عمرك ما هتتخيل انا متضايق قد ايه يعني لو انت متابعني على الفيسبوك عندي هتلاقي ان انا والموت الشغال عملا اكتبت كومنتات وتعليقات وبوستات واقول يا جماعة اه علي معلول اداء اوحش جدا بدر بنون مش مركز اه لما الانتاج الحربي جاب جنه التاني بقى اتنين واحد للانتاج قلت انا مش مصدق نفسي الدوري يا زمالك وخلاص ويا رب وخلاص انا قاعد بقى ايه وكنت لسه انا متغدتش ماشي فقلت خلاص بقى نعود اتغدى ونحط يا جماعة الغداء ونبدأ ناكل كده كده خلاص الاهل اتنين واحد والحمد لله بقى في فرق والزمالك كده ان شاء الله ايه يقترب من حسم الدوري وربنا كريم فضل لنا كم مطش نخلصهم ونحسمهم ونكسب بقى وناخد الدوري ونفرح بقى ناخد الدوري التلاتاشر والاكل تحط يعني هو بس الاكل تحط كما عافش هو العف الاكل ولا العف ايه خلاص بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بدأت تاكل انا مركز في المطش ولسه اتنين واحد واحدة واحدة لقمة في التانية حيث ان الشحار جاب جون التعادل بدأت تحس ايه كده النفسي تتسد شوية عارف اللي هو ايه يعني نفسي تتسد سيكة كده اللي هو هو والاكل وحش ولا انا نفسي مزدودة ولا مش مستوعب لسه وقلت خلاص لا لا هو الاكل حلو وانا بس ايه ادقيت شوية لاني تعادل بس مش مشكلة حتى لو تعادل هيبقى في فرق بقى يعني برضو يبقى في فرق ازا مالك هيكمل بازن الله مش هيخصر ولا مطش ولا يتعادل ولا مطش وناخد دوري من نفسنا مر يعني دوري ناخد دوري التلاتاشر بازن لو خلاص تقترب يعني ربنا الكريم وانصرنا وعادي خلاص واحدة واحدة بس بعد الجنة التانية ما جاء يعني بدأت بقى حطي ايدا على قلبي اللي هو ايه اه زائد تسعين ده ده مسماني منزل تسعة وتلاتين مهاجم ده ملعب بروان محسن وبلعب محمد شريف وبلعب بوليا وقفشة شغال وعلي معلول بيتر وداخل جوه ومنزل محمود وحيد يكمل دور علي معلول وداخل بقاليو ديانج كمان بيزيء الناس كلها ماشاء الله لو قلتها بدأت كلها بتجري جوه سبعمية وتلاتين لعفة منطقة جزاء الانتاج الحاربي فبدأت قلق بس قلت ايه لا انا هكمل الاكل مش مشكلة ايه يعني ما معتقدش الانتاج الحاربي مقف الجامد بس كان في جوايا رهبة كده وخوف رهبة الزائد تسعين الرقم ده بيتك راهو بيتك راه رقم تسعة بتكره تسعين تسعة وتسعين تسعة 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 تلاف فهم يعني ايه اه تسعمائة وخمسين ايه في تسعة وفجأة اول ما دي اجاد تسعين بدأت انا ايه القلق يزيد اكتر بدأت سيب العيش من ايدي بدأت سيب المعلقة مش عايز اكون رز مش عايز اكون العيش يا جماعة انا عامل ضايت دي انا دلوقتي ضايت خلص انا كلت مع علقتين رزه والقمتين عيش انا قلبت ضايت لو سمحتوا سيبوني في حالي محد ما هلكوش دعوة بيه وبدأت ايه كنت تبصص للتلفزيون بعوجة كده اللي هو عوج التناكة كده اللي هو عوج التناكة ابطال الدوري اللي هو انا اتنين واحد كنت بصص ببص وراي كده كل شوية واكل لقمة كده بعد كده بقى اتنين اتنين فبقيت ايه يعني قاعد نص قاعدة كده وبص اوه مركز شوية وباكن انا مركز واوه ما دي اجاد زائد تسعين لأ انا سيبت كل حاجة وبدأت اركز كده وعلي معلول اللي كنت بقى عليه اداء قسيق جدا هو فعلا اداء قسيق خلنا نتكلم بمنتها المصداقية وفي مشكلة عندها معلول اعتقد ممكن معلول وقت يرجع ما نعرفش لسه انشوف القدام ممكن بسبب الاصابة ولسه راجع من الاجهاد وروح رفحها ومين اللي جيب الجون بقى مين بواليا بواليا اللي راقت في الدورة بقى له فترة اعملش اي حاجة تقريبا اللي اعمل قالي 11 مطش او 12 مطش ما جابش غير ولا جون في الدوري تقريبا وبواليا اللي ينط ويطلع للدور السابع او الثامن مش متذكر ويطير ويرقع مش يرزع بقى يرقع الكورة في الشبكة كان ثلاث ثواني الا ربع وهيخرمها وفاجأة واحدة يعني انا كنت ايه لأ خلاص انا انا هعمل ضايد بقى وهاكل خفيف بقى وخلاص عشان ايه عشان بس اتنين اتنين لا انا نفسي مش مسدودة لا انا بس حابب اخفف في الاكل وفاجأة واحدة معلم لا انا انا جماعة مضربة عن الطعام انا مفيش ايه لا مفيش عادة انا كويس انا كويس ايه مالك عمر في�무 انا كويس انتوا ايه مالكوا يا جماعة في ايه يا ابني مالك. في مالك مالك مش مركز كده مالك متالو. لا 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 انا زي الفوق انا كده هو بص انا كده. انت فاكرني متضايق او متعصب او وش محمر? لأ مش مش محمر ده. ده اضاقة ده اضاقة بس انا بحب الاضاقة كده تيجي. متغاز انا ما بهضغس لأ انا مش متغاز. متضايق? لأ اتضايق من ايه? يا جماعة يا جماعة بس الانوار والاضاءات بس اصلا انا معي مخرج ومنتج ومصور زي ما انتم شايفين ولا ولا في اي حد حواليا. فده لأ ده مش مش ديقة ولا زعل ولا 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 خنقة. خالص يعني. مش فقدان امل بعدها بتعشم كل شوية. لأ خالص. بص بص. لا. المرار ده مش نرفزة خالص ولا زعيق بعد الجون. ليه مين? خالص. لانا كنت قاعد في منتهى بمنتهى التلقائية. كنت قاعد بمنتهى الهدوء والسلام النفس. قاعد عامل كده. بلعب يوجا. الجون التالي تجي كنت بلعب يوجا ساعة. قاعد عامل كده ولا ركزت في اي حاجة. يوجا بس كنت شغالين كنت بعمل بس كده. مع نفسي بس كده. فهم? فانا انا ايه? يعني انا انا مش عارف والله العظيم انا تعبت من كتر العشم. ونيجي ناخد العشم بعد كده. يعني نتعشم ويعني يعني كان واحد صفر قلت ايش طماشي? بقى واحد واحد قلت الحمد لله. الحمد الله. نقطة حلو. لأهل يخسر نقطتين وياخد نقطة. بقى اتنين واحد اللي اطمعت بقى قلت. احنا ناخد الدور بقى اجد عن ايه? بفرق مسلا ست تسعة نقطة. كده الاهل بدأ في نزيف النقاط بقى خلاص كده مش مش هينفع. والاهل ايه? الناس اللي تحت دي الفرق اللي تحت دي عايزة تكسب. وعايزة تجيب اجوان كتيرة. وعايزة عرض اي نقطة عشان ما تهبطش. فكمان الاهلي كمان الجاي تقريبا الاربع الساعة سبع لها اصوان. تروح اصوان دخلة كده ايه? متعدل مع الاهلي او او تكسب الاهلي. وخلاص يمعلم كده. ففف يعني رغم ان الاهلي غايب منه آآ آآ ست العيبة. قول منهم اكرم توفيق البكرايت اللي فعلا النهاردة الناس حسد بقيمة اكرم توفيق في وجود محمد هاني. محمد الشناوي اللي طبعا طبعا بغض النظر عن عالي لطفي آآ كان متقلق الماتش اللي فات ولكن آآ الشناوي افضل بكتير من عالي لطفي فارق مع الاهلي جدا. آآ طهر محمد طهر بغض النظر هو صلاح محسن. ان ان صلاح محسن افضل بديل بالنسبة لوجهة نظري في الدولة. طهر محمد طهر مش مفيد او لكن مفيد تكتكين فرقين مع الاهلي جامد. لا في فرق مع الاهلي. اكيد صلاح محسن احسن من كهرباء. دي وجهة نظري. طهر محمد طهر احسن من كهرباء اترمش مال. هسين الشاحات يا جماعة استوى ونضج ورقة ربحة ومفتاح لعب ومسيباني النهاردة. اللي عجبني فيه بصراحة بغض النظر ان انا متداق يعني اعذروني والله لان انا كان انا نفسي زمانك يخد الدوري والله الله عزètres. أنا انا قمنية حياة زمانك يخد الدوري تلات عشر نفسي. نفسي اخسم بالله. ممناخدش الدور كتير فمتداق يعني أنا كل موسم بعشم نفسي يعني انا كل بداية موسم بعشم نفسي اللي زمانك ياخد الدوري. بتمناها كده يا رب يعني يعني الزمالك ياخد الدوري يعني يعني ما معلنا. المهم فمسيماني النهاردة رفع له قبعة في انه ما فقدش الامل لغاية اخر ثانية فكرني بمانويل جزيه نزل كل المهاجمين اللي عنده ما خافش على حاجة ما بكاش على حاجة. بدر بنون عنده مشكلة اعتقد اجهاد اه هيبان في الموشطات الجاية لازم مسيماني يريحه مباراة على الاقل ومفروك ان مسيماني يريحه المباراة اللي فات مش المباراة دي كمان. هو لعبه مباراتين واربعة الاعتقد بدر بنون محتاج يريح جدا جدا بدر بنون وضع حالي التعب وضع حالي الارهاق مش ده بدر بنون اللي فورمته. آآ علي معلول برضو بغض النظر عن الكرة اللي صنحها في الاخر وبدأ علي معلول في اخر تلتة ساعة في الموشط يتحول علي معلول بتاع زمان. علي معلول محتاج حد يقعد يتكلم معه نفسيا عشان يقدر يتجاوز اصابته ويرجع تاني علي معلول بتاع الاول. آآ آآ اليو دانج ناردة مع عجبنيش اوي بغض النظر اتلم لما في الجون الاول يعني مش مش اللاعبة اللي في مستوى اله دانجها اللي تتلمها. محمد هاني لا آآ اكرم توفيق فارق شاسع عنه. حمد فاتحي فارق جدا مع الآله نص ملعب رمانة ميزان نص ملعب النادي الاهلي. الاهلي كان يحتاج وجود صلاح محسن كتغييرة ايضا. الاهلي افتقد عناصر المنتخب الاوليمبي بشدة ورغم ذلك موسيماني ما فقدش للامل لغاية اخر لحظة. وقلب منو الجزيه ونزل كل الهجوم اللي عدك وما فرقش معا حد. لغاية ما في الاخر ربنا كفقوا بالفوز على الانتاج الحربي. خلينا نجي في الاخر بس نقول روح رياضية بس كده. الف مبروك من كل قلبي لجماهير النادي الاهلي. على الفوز على النادي الانتاج الحربي. عشان دي روح رياضية. وربنا اعلم باللب ضميري. انا عذروني. انا بجد اتضايقت لان انا نفسي الزمالك ياخد الدوري. ولكن في الاخر الزمالك خد الدوري. هفرح جدا الاهلي خد الدوري. هيجي اقول لك الف مبروك وانت تقول لي هرد لك. انا خدت الدوري تقول لي الف مبروك وقول لك هرد لك. في الاخر لازم نتغلب على نرفازتنا وزعلنا وتعصبنا. وما نخليش النرفازة دي تبقى مشكلة بيني وبينحد. يعني يعني انا انا اخوي اهلاوي مجموعة دي. يبص بقى المشكلة اللي عندي اخوي اهلاوي. فلك انت تخيل بس. محصل والله ما عملتش اي حاجة اسأله يعني افجهلكوا في مرة بحلقة تسأله. خالص. بعد ما خلصت له مبروك يا معلبي. قال لي مش من قلبك. تقول ما اكيد مش من قلبي. من بقي. يعني انت ما تطلبش مني اقول لك من قلبي يقول لك. الف مليون مبروك. مبروك يا معلبي. مبروك معلبي. عشان ده دوري. ممكن في طورة تانية انا مش فيها ممكن لقى بارك لك وابقى مبسوط ان فرقة مصرية خلت البطولة. لكن دوري لأ نفسي منه وبنبعض. ابقى منافق لو قلت لك مبروك من كل قلبي. اه وانا فرحان جدا وسعيد وبتحك. ده انا وش احمر لغاية دلوقتي من العصبية والنا رفزة. بس ما ازيش حد. مش تمشي حد. ما ينشي حد. كان مع حقوق عمر عاطف الحزين من قناة صاحب الكورة. شوفك ان شاء الله بالدلد. سلام عليكم.